كل امرأة أو فتاة تعرضت لجرائم العنف الجنسي من اختطاف أو استعباد إلى البيع في سوق النخاسة أو فصلها عن دويها وإجبارها على تغيير دينها أو فرض الزواج القسري عليها أو إجبارها على الحمل أو الإجهاض أو إلحاق الأذى بها جسديا أو نفسيا من قبل تنظيم داعش منذ عام 2014 هذا هو تعريف من يشملن ضمن قانون الناجيات الأيزيديات تضمن القانون إحصاء أعداد الناجيات والمشمولات به وتقديم فرص الرعاية لهن والتنسيق مع الدوائر الحكومية والمنظمات الدولية من أجل دعمهن كما تضمن القانون افتتاح مراكز صحية وتأهيل نفسي للناجيات داخل العراق وخارجه وضمان تأمين فرص عمل لتمكين الناجيات من تحقيق رفاه اقتصادي واجتماعي يضمن القانون أيضا أنه سيتم التنسيق مع مؤسسة الشهداء فيما يتعلق بالمقابر الجماعية لاستكمال كافة إجراءات البحث والتحري وفتح المقابر الجماعية لكشف هوية من دفن فيها وإعادتهم إلى ذويهم يصرف للناجيات والمشمولات بأحكام هذا القانون راتب شهري لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد كما تمنح الناجيات والمشمولات بهذا القانون قطعة أرسكنية وقرض عقاري مع استثنائهن من أحكام وقوانين مجلس قادة الثورة المنحلة لعام 82 يمنح القانون أيضا حق للناجيات والمشمولات بأحكام هذا القانون إلى العودة للدراسة استثناء من شروط العمر ويعطينا أولوية في التعيين والوظائف العامة بنسبة 2% وتعدى الجرائم وفقا للقانون التي ارتكبت ضد الأيزيديين والمكونات الأخرى جرائم إبادة جماعية ولا يشمل مرتكب عمليات السبي والخطف بأي عفو خاص أو عام ترجمة نانسي قنقر ينضم لنا من بغداد السيد علي التميمي الخبير القانوني مساك الله بالخير سيد علي ما الذي يميز هذا القانون عن قانون الشهداء والمفقودي نعم بسأل حييك استاذ علي وساد المشاهدين شكرا على الاستضافة طبعا قانون الناجيات الأيزيديات هو صورة مصغرة إن صح التعبير لقانون مؤسسة السجناء وأيضا قانون مؤسسة الشهداء هذا القانون استاذنا أوجب أن تكون هناك مديرية مديرية خاصة موجودة في نينوى لرعاية الناجيات تمشية معاملاتهم تدار من قبل مدير عام أيضا هو مثل ما تفضلت أعطاهم راتب تقاعدي وأيضا شملهم بازدواج الراتب يعني يأخذون راتب إذا كان أحدهم موظف أو متقاعد يأخذ راتب وفقا لهذا القانون هذه النقطة الأولى التي ميزت هذا القانون النقطة الثانية التي تميز بها هذا القانون هي مسألة شمول الأطفال يعني شمول الأطفال الصغار وهنا أتحدث وفق النقد الدستوري استاذ علي لأنه أيضا شملهم بالرواتب كان المفروض برأيين قتين بهذا الموضوع موضوع شمول الصغار أو الأطفال غير البالغين أنه يحول رواتبهم لرعاية القاصرين لأن تعرف الجهة المختصة بالحفاظ على أموال القاصرين هي مديريات رعاية القاصرين ثانيا كان المفروض هذا القانون أن يحيل القضايا العالقة المتعلقة وهذه كل شيء مهمة بالنسب إثبات النسب لأن تعرفها كأولاد للناجيات من آباء مجهولين يعني كان المفروض يحيلها لما حكبت الأحوال الشخصية لا ننص القانون لأن هذا الولد الذي يولد في العراق وفق قانون الإثبات وقانون الجنسية العراقي هو يعتبر عراقي ويعتبر مسلم سنصطدم بالديانة التي هم فيها لهذا كان المفروض أن نثبت الزواج أولا حجة إثبات الزواج ثم بعد ذلك نعمل على حجة إثبات النسب يعني الأم موجودة يثبت نسب سيد علي هذه النقطة مهمة جدا التي تتفضل بها حضرتك هذا من المسؤول عليها هذا التشريع يجب أن يطرح في البرلمان ولا هذا المفروض الحكومة تقوم به يعني سن قوانين لا هو أستاذ علي يعني حقيقة متابع هذا القانون قرأته بدقة هو لو أشار فقط إشارة هذا القانون بكل متين تحل إشكاليات المجهولي النسب وفقا للاختصاص المكاني للمحاكم المختصة يعني تعديل يعني تعديل على القانون أو قال هكذا أو إضافة على القانون أي لأنه نحن راح ندخل أستاذ عليهم معدهم بالديانة الآيزي دي حسب معلوماتي أنه ما يصير يدخل بغير ديانة ما يصير يعني وإحنا عدنا بقانون الجنسية كل قاعدة كل من يلد في العراق يعتبر عراقي بغض النظر حتى لو كان أي جنسية ولد بالعراقي وتمنح للجنسية العراقية ويعتبر مسلم حرص يعني هذا فهنا شلول راح نثبت هم تعرف يعني تعرضوا لإحتداءات من قبل الأرهاب داعش واختصبوهم طيب هنا القانون ما على جنة هاي القضية اللي هي أبوصدت هاي الفكرة سيد علي أسأل أسأل حضرتك أيضا شكرا على هذه المعلومات أو على هذا التوضيح أسأل حضرتك بصورة عامة كقانوني متابع هل أنصف هذا القانون الأيزيديات والأقليات الذين ظلموا في العراق وفق ما تحدثنا عنه بعد دخول تنظيم داعش إلى الموصل ممتاز أستاذ هذا سؤال مهم جدا أشكرك طبعا هم يستحقون أولا يستحقون الكثير الأيزيديات يعني هم شعب عراقي أخواننا مواطنين من الدرجة الأولى ضغط دولي الأمم المتحدة في قرار اللي احتبرت أستاذ علي هاي جرعم ضد الإنسان يطبق عليها قانون المحكمة الجنية الدولية وتعرف إحدى الناجيات حصلت على جائزة نوبل للسلام لكن لكن مرة أخرى أتحدث وفق النقد الدستوري كنت أتمنى أن هذا القانون يشمل كل من تعرض من النساء إلى الخطف وإلى الاحتداء لأنه إذا عندنا محافظات مثلا محافظة الأنبار محافظة قصدك من غير الأيزيديات ولا قليات صحيح إيه لو قال يعني الناجيات العراقيات يعني مثلا نخلى القانون الناجيات العراقيات هاي نقطة مهمة جدا أستاذ علي أذكرتها أنه الوسيلة الإثبات يعني وحدة تجيك تقول لك أنا اتعرضت للسبي للاختصاب هنا شنو القانون اللي خلى الإثبات وسيلة الإثبات قال تثبت بالوسائل الرسمية وغير الرسمية هنا غير الرسمية أستاذ علي غير الرسمية يعني ممكن تروح تجيب شهود ممكن تجيب تأييد من مكان معين هنا رح شي يصير عندنا بالتطبيق أتحدث على التطبيق رح يصير مشكلة بالتطبيق لأنه قد يعني الناس تجي هي ما متعرضة لها الموضوع وتقول لك أنا اتعرضت لهذا الموضوع يعني إساءة استخدام للقانون أو يقول لك أبوز السيستم يعني إساءة استخدام النظام هذا ما تقلق عليه حضرتك صحيح أي هذا أنقض القانون هذا نقد وليس انتقاد أستاذ علي النقطة الأخرى النقطة الأخرى اللي يعني ما انتبه لهذا القانون أنه ما أشار إلى الجرائم يعني ما أشار رجانب الجزائي يعني امرأة تعرضت للاختصاب وتعرف مثلا لأنهم بهذه داعش ليس فقط يعني قادمين من خلف الحدود يوجد أكون مجرمين في الداخل أستاذ نويهم أكون موجودي طيب لماذا القانون استاذ علي ما ذهب للجانب الجزائي بس التعويض طيب سيد علي إمكانية تطبيق هذا القانون اليوم بما يشمل هذه التعويضات التي حضرتك تحدثت عنها تطبيقة ممكن تطبيقة ممكن لكن أيضا أكون نقطة أخرى ربما تكون صعوبة هو الحديث الآن في العراق استاذ علي عن إنهاء ازدواج الراتب الحديث عن إنهاء ازدواج الرواتب هذا الحديث الشاح يقول لك تقشف ووضع اقتصال طيب أنت من ناحية تطالب بمنع ازدواج تجي بهذا القانون تنسعى للزواج قلت ليش ما أعطيتهم مثلا مع الاحترام راتب تقاعدي آمنا بالله راتب تقاعدي حالهم أو أعطيتهم منحة مقطوعة مثلا ونهية الموضوع لكن أنت تسبحلهم بزدواج الراتب برأيه هذا يحرج يحرج المشرع المشرع راح يحرج المطبق فيما قال ويتناقض ويتناقض مع ما تريده الدولة في هذا الظرف الذي تفضلت به حضرتك شكرا جزيلا لكل هذه المعلومات سيد علي تميمي الخبير القانوني من بغدال شكرا جزيلا لك شكرا شكرا جزيلا لك نادية مراد باسي طاها من موليد عام 1993 عراقية أيزيدية من قرية كوجو في سنجار والتي تعد مركزا لأبناء الطائفة الأيزيدية استباح تنظيم داعش الإرهابي قرية كوجو عام 2014 فقتل من قتل من الرجال وسبى النساء وكانت نادية من بينهن بعد أن قتل داعش ستة من أخوتها وأمها استطاعت نادية الخلاص من التنظيم الإرهابي والهرب فوصلت إلى ألمانيا لتلقي العلاج النفسي والجسدي في عام 2015 تكلمت نادية مراد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن مسألة الاتجار بالبشر في النزاعات والحروب فوصل صوت الأيزيديين إلى العالم في عام 2016 حصلت نادية على منصب سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة لما قدمته لأبناء طائفتها من المختطفين وإيصال صوتهم إلى العالم ألفت نادية كتاب بعنوان الفتاة الأخيرة قصتي في الأسر معركتي مع تنظيم داعش وكان لهذا الكتاب أصداء كبيرة حول العالم وترجم إلى عدة لغات في أكتوبر تشرين الأول عام 2018 حصلت نادية مراد على جائزة نوبل للسلام فأصبحت أول عراقية تحصل على هذه الجائزة ترجمة نانسي قنقر بعد الفاصل نرحب معكم مشاهدين بضيفة حلقتنا لهذا اليوم سفيرة النوايا الحسنة والحائزة على نوبل للسلام العراقية نادية مراد خليكم ويأنا ترجمة نانسي قنقر بعد عوام من السبي والاختطاف ومعاناة عاشها أبناء الطائفة الأيزيدية في العراق بعد احتلال تنظيم داعش الإرهابي لمناطق سهل نينوى عام 2014 صادق رئيس الجمهورية على قانون الناجيات الأيزيديات الذي شمل عدد من البنود في محاولة لتعويضهم عن بعض ما لحق بهم بعد اقراره في مجلس النواب العراقي صادق رئيس الجمهورية برهم صالح على قانون الناجيات الأيزيديات في محاولة لإنهاء سنوات من العذاب والمعاناة والتهميش التي مرت عليهن أيام سيطرة تنظيم داعش صالح أكد أن القانون يخص شريحة من الأيزيديات والضحايا من المسيح والتركمان والشبكة القانون يخص شريحة اجتماعية من الأيزيديات والضحايا من المسيح والتركمان والشبك وغيرهم من المكونات ممن عانوا جراء وحشية الإرهاب وسلوكه المفتقر لأدنى قيم الإنسانية العمل بهذا القانون مسؤولية وطنية لا بد منها في إطار إنصاف الضحايا وتأهيلهم نفسيا واجتماعيا وتعليميا وبما يساعدهم على تحقيق الحياة الاجتماعية والاقتصادية التي تليق بهم يضم القانون فقرات تنص على تأسيس مديرية عامة للناجيات الأيزيديات تتخذ من الموصل مقرا لها وتعويضهن ماديا ومعنويا فضلا عن إنشاء مراكز لتأهيلهن نفسيا ودمجهن في المجتمع مفوضية حقوق الإنسان رحبت بصدور قانون الناجيات الأيزيديات وطالبت المنظمات الدولية بالسعي لاعتبار جرائم داعش التي ارتكبها في العراق جرائم ضد الإنسانية مهم جدا أن تكون هناك مساعي حثيثة لإنصاف ضحايا ناجيات الأيزيديات والناجيين من عمليات التي حدثت أبان جرائم داعش وهذه مهمة جدا أن تكون لها وجود دولي وقضية دول في المجتمع الدولي لتسليط الضوء على هذه الجرائم البشعة التي ارتكبت أبان وجود داعش في تلك المنطقة خطوة تشريع قانون الناجيات الأيزيديات تقول ناشطات أنها لم تكن مكتملة وأنه لم يضع حلولا لمشكلة أطفال بعضهن من الذين ولدوا نتيجة الاعتداء عليهم المجتمع الأيزيدي مجتمع مغلق لم يتقبل أطفال الناجيات الأيزيديات عند عودتهم فاضطروا أن يتخلون عن أطفالهم اضطروا أن يتخلون ذول الأطفال بقوا بدون مستمسكات رسمية ويعتبر قضاء سنجار في محافظة نينوى معقل الأقلية الأيزيدية ويضم عددا كبيرا من المقابر الجماعية للأيزيديين الذين قتلهم تنظيم داعش إبان سيطرته لم تفتح أغلبها إلى الآن ميثم الشباني لبرنامج بالعراقي موسيقى 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 وللحديث في تفاصيل حلقة اليوم تنضم لنا من نيويورك السيدة ناديا مراد الناشطة العراقية الأيزيدية وسفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة والحاصلة على نوبل للسلام أهلا بيش ويانا ست ناديا ولو متأخرين عليك بس نقول كل عام وانتبأ الفخير بمناسبة يوم المرأة العالمي اللي كان يوم أمس أبدأ يعني وياش ناديا ممكن تعطينا اليوم فكرة عن آخر ما تقومين به بخصوص قضايا الأيزيدين شكراك علي شكرا لاستدافتي شكرا لقناة الحرة من أول الأيام اللي حدثت ما حدثت للأيزيدين ودائما تنطي رسالة واضحة عن ما حدثت للأيزيدين مبادرة ناديا تشتغل عن عودة الأمن والسلام لسنجار مع العراق مع كردستان مع المجتمع الدولي والمناظمات الأخرى نشتغل مع الـ UN مع المحامين مع فريق يونتها اللي اشتغلنا عليه من سنتين لفتح المقابر الجماعية في سنجار بعض المشاريع الأخرى كالمدارس والمستشفى والخدمات الصحية الأخرى في سنجار عن عودة النازحين الأيزيدين من المخيمات إلى سنجار مثل ما تعرف أنه صار تقريبا سبع سنوات والأيزيدين يعني خارج سنجار يعيشون خارج سنجار كنازحين في داخل بلدهم من تقريبا سبع سنوات فالشغل اللي بدأنا من أول الأيام في نتائج منها يعني من الأشياء اللي سوينا من سنين من سنتين وفيه أشياء مستمرين بالعمل عليها كالأمن كأنقاض الناجيات الأيزيديات اللي بعدهم بداعش فتح المقابر عودة النازحين بعدنا مستمرين طيب سبناديا اليوم لدينا نقاش حول قانون الناجيات الأيزيديات شلون تقرأين هذا القانون القانون طبعا شيء جيد القانون كان لازم يكون موجود من سنين من داعش يجوا خطف ست آلاف ييزيدية وزعوهم على مقاتلين داعش من كل الجنسيات والأديان بين العراق والسوريا وقسم منهم حتى وصلوا لتركيا فهذا القانون كان لازم يكون يعني بعد من زمان كان لازم العراق يشتغل عليها لأن مثل هذه القوانين مثل هذا الدعم يجب من ألمانيا أنا و ألف واحدة من الناجيات من النساء والأطفال كانوا من ضمنهم المشروع يجب من الحكومة الكندية من الحكومة الأسترالية وآخر برنامج كان من الحكومة الفرنسية مع مبادر النادية للمئات من الناجيات والأطفال دعمهم النفسي وآطائهم مكان آمن ملاذ آمن بعد ما تعرضوا والسبي والجرائم البشعة فالقانون جيد القانون شيء حق من يعني الضحية الإيزيدية تستحق هذا القانون من الحكومة العراقية وأبسط شيء ما يقدمه يعني العراق هو هذا يعطي للضحية دعم نفسي دراسة يساعدهم بالعودة إلى مناطقهم فتح مركز لمتابعة أحوال الناجيات في نينوا يعني كل ما أنت ذكرته بالتقرير يجب أن يشمله هذا القانون ولكن الشيء المهم الذي ننتظر من هذا القانون هو الفعل لأن السنة الفاتة العراق وافق وأعلن عن انتفاقية سنجار ولليوم لا يوجد أي أفعال أو تقدم أن يفعلون شيء على الأرض الواقع فنخاف أن القانون سيكون نفسه فقط إعلان والضحية يعني سيخيبون أمل الناجيات أن تأخذ سنين حتى يبدون بالأفعال طيب ناديو موضوع الأطفال يعني أطفال الناجيات موضوع معقد ممكن تشرحيننا كيف يمكن أن يكون الحل والله موضوع معقد بس اشتغلنا عليه اشتغلنا مع اليو اين مع المجتمعنا مجتمع الايزيدي مع الحكومة العراقية الحكومة الكردية أنا أرى هذا الموضوع موضوع إنساني مثل بقية المواضيع الأخرى هالست آلاف من النساء والأطفال تركوا بيت داعش واللي حررت نفسها حررت نفسها بنفسها اختصوا وسبوا باعوا محة انقذهم وزعوهم بكل المدن اللي كانت بيت داعش في العراق والسوريا محة انقذهم يعني اليوم القرار يرجع لهم ولكن نحتاج إلى دعم نحتاج إلى دعم هذه الضحايا يعني الضحية اللي حتى ما عدتها الطفل ورجعت اليوم ما تقدر تعيش نفسها لأن كثير من الضحايا المئات منهم انقتل عائل عائلتها كلها الشهر اللي فات كنت بقريتي وشفت عوائل من قريتي من قرائب يعني بقى منهم امرأة واحدة ما يقدرون يعني ما يكون رجال في بيوت كاملة ما بقى منها يعني ذكور كلها النساء وما يقدرون يعيشون ونفسهم فأتمنى أن الحكومة العراقية ومع الـ ومع المنظمات الأخرى والمجتمع الأيزيدي أن نأخذ هذا الموضوع كموضوع إنساني ونشتغل مع الضحايا ونحل هذا الموضوع أنا ردي تسألك على زيارتش للعراق بس يعني جنتم أجلة للسؤال لكن هسا بما أنه حشيتي بزيارتش أريد أسأل شلون شفتي قريتتش شلون شفتي الناس شلون يعني طالبين بالدعم يعني هذا القانون المفروض سيوفر الغطاء الدعم حشينا شلون ممكن شلون الأيزيدي نستقبلوا رفاة أبنائهم يعني هذا موضوع طبعا هاي صارت ست سنوات والناس كنا ننتظر هذا اليوم مع أنه يوم سحب ولكن عرفنا أنه هم يعني عوائلنا وكنا ننتظر والشغلنا اللي سوينا مع اليوئن لبناء مع فريق يعني من سوينا فريق يونتال بإدارة السيد كريم خان ومع محامينا ودول أخرى نتائج الفريق طلع من يعني 2019 كان فتحوا أول مقبرة في قريتنا لأن رجال القرية كلهم قتلوهم منها جمونا مع النساء الكبيرات بالعمر اللي عددهم 87 واحدة من ضمنهم والدتي فجمعوا كل يعني فتحوا المقابر اللي بل القرية كلها وأخذوهم يعني من سنو نز كانوا في بغداد فأخيرا المية واربعة من عدد يعني الرفات ثم تعرف عليهم وخابر والعوائل وكان الشغل يعني الحكومة العراقية واليونتاد وسووا الشغل يعني الناس كانت تنتظر هذا اليوم رجعنا ولكن لليوم ننتظر المئات أنا رحت ويعني استقبلت بس اثنين من اخواني لليوم انتظر يعني يتعرفون على رفات اخواني الاربعة اللي بقوا امي وغير من يعني قرائب وإيزيديات النساء والاطفال والرجال الأخر أنا كنت محظوظة أني كنت موجودة واستقبلت اخواني الاثنين لأن كان فيه رجال أعرفهم من القرية ما كان فيه عدهم نساء يستقبلوهم لأن الوالدة انقتلت الزوجة بعدها بالسبيل الأخت أو البنت انقتلت فكان فيه في عوائل ما كان عدها أحد يعني تستقبل رفاتها يعني هذه شجاعة منك نادية نتشوفين وانت فعلا يعني نحن محظوظين بيتش العراق محظوظ بيتش أمانة يعني الواحد يقول هذه الكلمة وسؤال يمكن هنا ناس الضحايا هذه الرفات اللي ما أهل ما ما ناس شلون يعني شلون يتعاملون معهم أهالي القرية يعني شنو اللي صار نحن نريد نشوف اللي صار بعيون إشنا المجتمع الأيزيدي مجتمع بسيط كله يعني قريب على بعض اليوم يعني كنت بالقرية مو بس الأخوان كنت هناك بسبب كل اللي نقتلوا هناك من القرية وحسبت نفسي بمكانة يعني عوائلهم أحنا يعني مجتمع قريب على بعض متماسك ببعض يعني اللي حتى اللي ما عد هو أحد باقي الغير اللي بقي من القرية استقبلوهم ونحاول أنه يعني ذكرياتهم وأي شي بقى منهم أنه دائما نذكرهم مع عوائلنا ومع اللي دفنوا اللي اللي بعدهم ما دفنوا الشي الشي اللي اللي نتمنى يعني الكل يتمنون من الحكومة العراقية من اليونتات أنه هذا العملية ما توقف العملية تستمر لأن مقابر كوجو مقابر قريتنا كانت يعني بأطراف كوجو وداعش أول ما قتلوهم دفنوهم فكانت يعني كل الأدلة موجودة في ناس الآلاف قتلوا أول الأيام في سنجار بالجبل وأطراف الجبل ما دفنوهم وجهة السيف والشتاء والدلائل ماكو فهو فهو هذا الشيء اللي يخوف فس تمنى يعني من الحكومة أنه تشتغل عليه تشوف البقية يعني أقربائهم عوائلهم حتى حتى ما يعني ما يبيعوا حتى نعرف كم واحد قتل نادي صارت الشيء رمزي بغداد يعني أنت حضرتي بالقرية بسنجار حضرتي وما حضرتي بغداد سؤالي ليش ما حضرتي التشييع الرمزي لبغداد وليش الحكومة ما حضرت التشييع في سنجار أنا طبعا وصلت البغداد أول يوم وألتقيت بالحكومة كلها وثاني يوم رجعت للكردستان وبعتها لسنجار وكنت أعرف المراسم راح تكون هناك وحكيت مع الحكومة المراسم يعني ناس انقتلت ببيوتها ليزيدين الرجال والنساء انقتلوا ببيوتهم بسنجار بقراهم في حياتهم البسيطة قدام عيون نسوانهم وأطفالهم نحن ما صار يعني سنجار ما بس كانت موضوع داعش يعني حتى من انتحررت من داعش تركت وما صار لليوم أي قوة موحدة سياسية أي دعم يعني سياسي وضع مستقر في سنجار سنجار تركت يعني بكثير جروبات سياسية وغيرها فدايما نحاول انه نتمسك بسنجار لأن السنجار هو الشيء الوحيد اللي يربطنا بالعراق وبقائنا في العراق كنت أتمنى أن الحكومة تحضر الدفن هناك في القرية تطلع بعيون النساء والأطفال أنه يعني يخلون إيدهم على جروحنا في بيوتنا حتى نحس أنه نحن نقدر نرجع ونعيش بقريتنا أنه حتى للرجال نقتلوا في أمل يعني نرجع بس يعني مع الأسف بسبب أوضح أوضح أنتوا صورة واضحة أنه بسبب الوضع الأمني ما نقدر نحضر هاي المراسيم في سنجار اللي ما يعني ما إذا عم بوح حضرة بغداد بمعنى أنه ضد بغداد بمعنى أنه ما أشوف نفسي أو العراقيين أو هذول اللي انقتلوا عراقيين بالعكس كنت أتمنى أنه هما يحضروها هناك حتى يشوف لنا كجزء من المجتمع ومن أولويات الحكومة العراقية طيب نادية حول هذا القانون وما قد يحقق الضحايا الإرهاب من الناجيات الأيزيديات وغيرهم من الشبك والتركمان كاميرا بالعراقي استطلعت آراء عدد من المواطنين في مدينة الموصل حول هذا القانون خلن نسمع ونرجع ليس هناك أي شيء يعوذ الناجيات وخاصة أهالي الضحايا لكن هذا جزء البسيط من التعويذ لهم كالدعم الماضي والمعنوي لأن كثير من الناجيات وعوائلهم محتاج إلى الدعم الماضي والمعنوي فلهذا بعد تدبيق المصادقة هذا القانون وأكمال إشراءات الكافة هذا سيعتبر أنه دعم لها ويعيدون الحياة لهم مرة نفرة جزء بسيط من حقوقها المرأات التي يزيد تعبت كثير وعانت ما عانت من المعانات من المأساة من الاختصاب والصبي انتهاك لحقوق المرأة كثير وكلما قدمت حكومة شيء ما يسوى ما يسوى شعره من المرأة التي يزيد المختصب لدى داعش الإجرامي حتى هذه اللحظة آباءهم وأطفالهم بلا معيل يجب أن يكون هناك مساعدات مالية النساء اللواتي خرجنا من يد داعش لا يوجد لديهم أي مأوى وإذا أردنا العودة إلى مناطقهم لا يوجد أي شيء في تلك المناطق لا ماء ولا كهرباء نحن بحاجة إلى إعادة إعمار بيوتنا هو كخطوة أولية نقول إن شاء الله خطوة كلش موفقة تخدم المجتمع الأيزيدي بصورة خاصة وأيضا المجتمع المصلي بصورة عملية باعتبار المجتمع الأيزيدي هو جزء من المجتمع المصلي فإن شاء الله يعني خطوة مميزة إن شاء الله نتأمن بها خير تكون هذه الخطوة تساعد بها الأيزيديات عموما الناجيات والغير ناجيات عموما نساء الأيزيديات تساعدهم في أن يكون كدعم معنوي لهم ونفسي لأن بصراحة هم تعرضوا إلى أمور كثير براتهم بما يخص مسألة التي صارت من فترة داعش وكذا نعود لمواصلة الحديث مع نادية مراد نادية استمعتي للناس بالموصل أكو صورة إيجابية عن هذا القانون هل هذا القانون خطوة لنهاية معاناة الأيزيديين والأيزيدييات في العراق؟ طبعاً كنت أعرف أن ردفع لهم سيكون هناك ولو تسأل الملاعين من الناس العاديين اللي في العراق سيقول نفس الشي أنه يعني ما حد يقدر ينكر الشي اللي تعرضت لها المرأة الأيزيديية من العنب من السبي من الاغتساب ولليوم موجودين يعني هالقانون إذا أخذت خطوات يعني سوت خطوات عن الأشياء اللي ذكرت بالقانون بجدية وبأسرع وقت إن شاء الله تكون قضية الأيزيديين شوية المشاكل تنخف ولكن ما رح يكون آخر المعاناة الأيزيديين مع هذا القانون إلا أن يتحرر بقية الناجيات من النساء والأطفال من الضحايا اللي بيتعج وأن يكون وضع سنجار يستقر قوة موحدة سياسية أنا أتمنى من الحكومتين أن يأخذون هذا الموضوع بجدية وبأسرع وقت لأن الناس تعبت المخيمات صارت سبع سنوات الناس تعيش ساعتين بعيدة من سنجار خارج بيوتهم حالات الزواج حالات الانتحار والفقر والأطفال اللي بدون تعليم لتزداد بالمخيمات والمجتمع أنا عشت بالمخيمات وكانت حياة بدون كرامة فهذا المجتمع يحتاج أنه يعيش بكرامة مثل بقية المجتمعات أعرف الوضع الاقتصادي والأمني اللي مربي البلد وما أقول أنه سنجار لازم تكون أحسن من كل المناطق بالعراق سنجار ما تحتاج دعم مالي بالملائين حتى يعودون أن السنجار تحتاج تحتاج اهتمام تحتاج الناس تحتاج تقى أمان حتى يرجعون البيوتهم ويبنون حياتهم يعني من جديد مثل بقية المجتمع طيب نادية هذا الكلام اللي تفضلت بي أريد أسأل أيضا هل عندكم إحصائيات ما قد باقي؟ ما قد لحد الآن أكو مغيبين مختطفين الداعش أو غيرهم داخل العراق أو خارج العراق من الأيزيديات؟ طبعا العدد بالآلة يعني أكثر من ألفين ألفين وخمسمية أو ألفين وثمانية اللي بالعراق اللي دا نحس أنه في باعتهم بالعراق هما الأطفال لأن هواي أطفال من جداعش كانوا يعني بأعمارهم يعني شهر شهرين أو سنة وأخذوا من أمهاتهم والأطفال ما نعرف وينهم من هذول اللي يعني الألفين وخمسمية وثمانمية ما نعرف إذا كلهم عايشين أو لا بس نعرف أنه الأغلبية موجودين في سوريا نعرف أنه أغلبيتهم يعني في بعض المخيمات في سوريا بعضهم في معلومات أنه في المخيمات في تركيا بعضهم يعني أكيد موجودين أطفال بالعراق ولكن نحتاج إلى فريق يعني فريق من الحكومة العراقية سبع سنوات ما صار فريق أنه ينقذون أطفال ونساء من السبي أغلبية اللي إجوا حرروا نفسهم ما نعرف وينهم معت وأغلبية العوائل معتها تواصل يعني أنا زوجة أخويا كانت مع بنت أخويا كانت عمرها شهرين من جداعش وأول آخر مرة خابرتنا كانت من أربع سنوات من أربع سنوات بعدها ما نعرف يعني إذا عايشة أو لا بس نعرف أنه كانت موجودة فهي قصة البقية أنه نعرف فيه منهم بالعراق والتركيا والسوريا ولكن ماكو خطوة لإنقاذهم يعني شتات في كل مكان نتمنى تتطمنون على ذويكم وأهلكم وكل العراقيين اللي عندهم حالات مثل حالتكم نادية نادية أستاذنش نفاصل بعد الفاصل رح نكمل الحديث معكم أعزائي المشاهدين والحديث حول قانون الناجيات الأيزيديات وضيفتنا سيدة نادية مراد أبقويا أددا في حلقة اليوم من برنامج بالعراقي نكمل الحديث وضيفتنا سيدة نادية مراد الناشطة العراقية الأيزيدي وسفيرة الأمم المتحدة للنواع الحسنة معنا من نيويورك أهلا بيش مرة ثانية نادية نادية بابا فرانسيس كان بالعراق وحجة عن الأيزيديين وقال أنه اللي يصير واللي يعني منها الأيزيديين هو تهديد لوجودهم شلون شفتي زيارة البابا للعراق طبعا الزيارة كانت خطوة ممتازة الناس تحتاج يعني مو بس المسيحيين اللي بالعراق أو الأيزيديين العراقين جميعا يحتاجون إلى أمل يحتاجون إلى يعني ناس زيارات مثل هاي فالزيارة أعتقد كانت جاءت بوقت أن الناس كانت تحتاج شيء إيجابي يعني تشوفها بالعراق أنا طبعا بعد ما التقيت بي مرتين أول مرة ما كانت يعني كانت بس برة وما قدرت أنه نتكلم ولكن ثاني زيارة جاءت بعد نوبل وقعدنا بوحدنا وحكينا يعني لساعة عن الشي اللي صار وما كان يعني عنده معلومات عن الشي اللي صار ومن حكيت قصتنا وقصص الناجيات والشي اللي صار فبعدين أنطيتوا كتابي بلغتهم ومن غر الكتاب بعتها بسنة ذكر بمقابلة وقال أنه يعني أطلب من الكل أنه يقرون هذا الكتاب كي ياخدون فكرة عن الشي اللي يعني مرت به المرأة اليزيدية وهذا المجتمع والبرحة هم واليوم اللي قبلها منطلع بالطيارة يعني حكى للسحفين عن يعني أحد من الأسباب للزيارة والعراق كانت يعني بعد ما قرأ كتابي وبعد ما حكينا فإن شاء الله يا رب أنه يصير سلام بين كل المجتمعات وتعايش وتكون زيارة يعني تتكرر بالمستقبل بصورة بعد أحسن ديب هو أيضا حية المرأة العراقية وقال أنه نساء العراقيات يعني يعطون وقادرين على العطاء مع كل هذه الظروف الصعبة وبالتأكيد المرأة اليزيدية لها حصة كبيرة من هذا الوصف اللي وصفها البابا اليوم نادية في الخارج هل هناك خطة لمساعدة المهجرين يعني حكيتي أنه يكون مهجرين داخل العراق وخارج العراق من الأيزيدين يعني داخل العراق عندنا مشاكل بس اللي بالخارج كيف لون طبعا كثير من الأيزيدين يعني بعشرات الأعلاق وصلوا لأورق هذا يعني من غير الناجئات اللي وصلوا لألمانيا فرنسا وغير الدول في اللي برامج خاصة راحوا لأستراليا كندا وغيرها ففي بعض اللي بالمخيمات يونان وتركيا مع الكثير من يعني اللاجئين ووضع اللاجئين ووضع يعني في كل دولة كل ما نحكي مع الدول كل دولة وكل حكومة وأنا متأكدة أنت تعرفها في أمريكا هنا كل دولة عندها قوانين خاصة للاجئين وكيف يعني يستقبلوهم ما يستقبلوهم فأحيانا ما يعني ما تقدر أنه تجبر دولة على استقبال جميع اللاجئين لأن دائما نعدهم يعني قوانين وعدهم برامج لإستقبال اللاجئين طيب إحنا لدينا أيضا نادي أكاديميين ونشطاء طالبوا الحكومة بضرورة الإسراع بتطبيق القانون وتوفير الأموال اللازمة للبدء بتعويض الناجيات الأيزيديات هذا موضوع أيضا نسمع ونرجع المصادقة على قانون الناجيات الأيزيديات وإذن تم ذكر الناجيات المسيحيات والتركمانيات هي بداية جيدة لإنصاف الأيزيديات وأيضا رح يوفر لهم البنود المتواجدة في هذا القانون توفر لهم الكثير من الدعم المادي والمعنوي وأيضا هناك أمور جدا مهمة بالنسبة لنا هذا القانون رح يكون سنويا رح يكون يوم مخصص يكون عطلة رسمية يوم وطني وباسم هذا القانون فهذا الشيء سيكون إضافة معنوية جدا كبيرة وإذن الناجيات سوف يحصلون على الرواتب وإذن على الكثير من المستحقات والدعم من الواحية أخرى إقرار القانون والمصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية يعتبر القطوة الأولى لإنصاف الضحايا الناجيات الأيزيديات وهي الوسيلة أو جزء من الآلية الخاصة بتعويضهم وضمان حقوقهم على المدى البعيد في البلد باعتبارهم ضحايا الحرب أيضا هو خطوة مهمة للعمل على ضمان وتنظيم وهيكلة الخطوات الخاصة بالإقرار بآليات التعامل ودعم النفسي والاجتماعي والقبول المجتمعي بهذا الأمر كل ما يتطلبه هو أن لا يكون القانون فقط مجرة يعني ورقة بقدر أنه يجب توفير الأموال اللازمة لها تسهيل الهيكلية الخاصة يشعر العزيدية كمجتمع تعرض إلى الإبادة ويشعر الناجيات اللي هم ضحايا الإبادة نرجع نكمل ويا شنادي استمعتي أيضا الآراء اللي جتنا من العراق اليوم هذا يعني طبعا أكيد إذا تحبين تردين على اللي سمعتي وأيضا أسأل هل هذا القرار أو القانون ممكن يتطبق اليوم بالعراق طبعا سمعت أنت يعني كلهم رحبوا بهذه الخطوة ولكن الخوف أنه يعني نخاف أنه تكون بس ورق تكون بس إعلان وقرار إجامة القرار اتفاقية سنجا ف يعني ليش ليش ما ما يطبق أعتقد إذا في يعني إرادة في إذا في إرادة من الحكومة أنه يريدون هذا المجتمع فعلا يبقى بالعراق وجزء من العراق فالقانون شيء العراق ليس الوحيد اللي قدمت لضحايا في اللي قبل العراق اللي ذكرت قبل دول أوروبية وكندا أسرالي اللي قدموا برامج مثل هاي الدعم المادي الأمني الدراسة يعني سكن أمني لضحايا هاي صارت لناجيات من سنين من أول ما ما بدوا البرنامج ألمانيا وغيرها ف يعني ليش اليوم من دولتهم من حكومتهم ما يستحقون هذا القرار هو اليوم يعني الدولة يبدو أن هناك جدية وقرار ووقع عليه رئيس الجمهورية فهذا هو يمكن السؤال اللي كان عندي أن تشوف فيه ممكن يتنفذ بالوقت الحالي هاي الإرادة اللي نحشي عنها أو اللي تحشين عنها تفضلت عنها تشوف فيها اليوم موجودة بالعراق نعم نعم أعتقد أعتقد موجودة لأن المشكلة موجودة الضحايا موجودين العراق ده شافت الرئيس شاف يعني السيد برهم استقبل العشرات من الضحايا وسمع قصتهم يعني ما إجاء القصة مني ومن وحدة غيري العشرات راحوا وحكوا قصتهم طيب اللي بالخارج نادية سؤالي يعني يعني أذرنا المقاطعة اللي بالخارج من الأيزيديات شون ممكن يستفيدون أو يستفادون من هذه المخصصات أو من هذه الميزات إذا كان لنا أن نسميها ميزات في داخل العراق طبعا الأغلبيات هم اللي طلعت يعني أختها أو أمها أو زوجة أخوها موجودة بالعراق فإذا اليوم أختي اللي بالعراق يعني استفادت منها إذا اليوم زوجة أخوها اللي بالمخيمات استفادت منها فهو هذا يشمل هو هذا يشمل الجميع وأغلبيتهم يقدرون يعني يرجعون السنجر للعراق ويستفادون منها دعم في في دحايا سويت حتى الحرة سوت مقابلة معاها من رجعت من ألمانيا وفتحت يعني مشاريع نادية نادية أتمنى يكون لدينا وقت أكثر بس طبعا تعرفيني تلفزيون ووقت التلفزيون أشكر الجزيل أشكر ضيفتنا من نيورك الناشطة الأيزيدية وسفيرة النواة الحسنة نادية مراد شكرا جزيلا لك سادة المشاهدين شكرا لكم نلتقيكم يوم غد وحلقة جديدة من برنامج بالعراقي لا تنسوا المتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي في أمان الله ترجمة نانسي قنقر شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة